بيرمينغام ومعنا في الستوديو الأكاديمي ومدير مركز إسلامي تعليمية دكتور فارح عبد الرحمن وكذلك القانونية البريطانية وعضو حزب بريطانيا المستقلة يوكي آي بي إليزابيث جونز التي أبدأ منها إليزابيث حديث عن مؤامرة مزعومة ومحاولات سيطرة متطرفين على مدارس في بريطانيا أمر جدي يعني لماذا تأخرت الحكومة في التحرك حتى هذه المرحلة لا يس بوسع الحديث عن الحكومة ما يمكنني قوله وأن ربما هذا هو دليل على حكومة ضعيفة الحقائق يجب التحقق منها وإذا كان ذلك صائبا فربما كان هذا مؤشرا على قدر من التهاون وإذا ثبت أنها ليست حقيقية ما علينا فعله أن ننتظر تقرير الأوفستيد الهيئة التي تحقق في الموضوع خلاصتها خلاصة عملها قبل أن يمكننا التفكير في المضي قدما ومع ذلك فموقفنا أن الوضع بأكمله أن حكومة توني بلير العملية هي ما أدخلت نظام المدارس الدينية وقضية الأكاديميات التي أدخلتها حكومة توني بلير كلها يجب النظر فيها بدقة حتى لو تعلق الأمر بمطاردة غير عادلة ثم مثال مدرسة المدينة في دار بمثلا التمييز والتفريق بين الجنسين أيضا نعم طيب دكتور فارح هل تعتقد أن هناك مبالغة في هذا الإجراء رغم أن إليد بث فعلا قالت لابد أن ننتظر تقرير هيئة الرقابة على المدارسة هل هناك مبالغة أو يأتي في إطار ما عرفته بريطانيا في السنوات الأخيرة بالإسلام وفوبيا مثلا أهلا وسهلا طبعا ننتظر التقرير ونتائج التي تتولد عنه هذا كلام صحيح ولكن الحقيقة والواقع الذي نحن نعيش فيه أنه في هذا البلد يهتنام إسلاموفوبيا ودخلت الآن في المدارس الإسلامية والإعلام يضخمها بشيء غير موجود فالمدارس الإسلامية أو إسلامي كفيت لا يوجد قطحا في اسمه أنه ينمي الكراهية أو ينميها الإسلاميون المتطرفون دكتور فرح اسمح لي والأمر لما يكون تعلق بمدارس إسلامية المدارس الإسلامية تبيح الحكومة إن شاءها لكنها مدارس عامة مدارس حكومية عامة ليست خاصة بالجاليات الإسلامية كالمدارس التي نعرفها ما هو هذا الذي نريده المدارس الدينية مثلا هي مدارس بالتأكيد تعطيها الحكومة التصريح والمسامحة وهي كلها مسجلة يعني فإذا كانت فيها أخطاء أو فيها ممارسات خاطئة من أين تأتي؟ طيب أنا أكرر عليك بس يا دكتور فرح عشان نكون وضحين التحقيق يشمل إثنتي عشرة مدرسة عامة ليست من المدارس المخصصة فقط للمسلمين أو للجاليات الإسلامية أو المدارس الدينية المسلمة التي يبيح القانون إنشاءها لتدعيم القيم الروحية الخاصة بديانة معينة هي مدارس عامة يدخلها الجميع مسلم وغير مسلم يعني من أصول أجنبية أو من هم بالأساس بريطانيون هذا مخالف للوائح هذه المدارس الغطاء العام هو هكذا ولكن الحقيقة هي الهدف الوحيد الذي يضخمها الإعلام ويطلبها بالدفء الذي غير الصحي هو المدارس الإسلامية والمواد التي تدرسها في الدين الإسلامي جيد أخي العزيز فهذا هو شيء تخلقه بعض الأحزاب وبعض الناس ويضخمها الإعلام وهو شيء غير موجود وهو شيء وهمي لا أساس له إليزابيث هل تعتقد أن يكون هذا الإجراء فعلا يستهدف بالأساس المدارس الدينية الإسلامية وأنه غطاء لاستهداف هذه المدارس وأن هناك مبالغة في هذا الإجراء كما قلت في وقت سابق علينا أن ننتظر نتيجة تقرير الأفستد هيئة الرقابة على أعمال المدارس وقد بلغ بأشياء وبلغنا بلغت الأمور حتى يجب أن تكون لدينا هيئة للتحقيق في أي ممارسات متطرفة لا يمكننا الاستعجال في شيء قبل النتيجة لكن لا يجب القول أن هناك عدة مئات من المدارس الإسلامية غير الخاضعة لأي نظام مدرسة المدينة في داربير أغلقت بسبب فصلها بين الجنسين ولا أظن أن الإعلام هو من يولد هذه الأكاذيب أو المبالغات لكن الإعلام يحصل على معلومات وعندنا حالات للطلاب يأتون لذويهم لأولياء أمورهم ربما ذاهبوا لهيئة الأفستيد وأعربوا على ما يساورهم من قلق وإذا نحن صدقنا ما يقوله الأباء أن هناك تهديدات من قبل تهديد بالقتل حضر دروس الموسيقى رغم أنه جزء لا يتجزأ جزء الزامنا مقرر الدراسة في بريطانيا التفريق بين البنات والأولاد في دروس السباحة الحلمان من مناسبة عياد الميلاد وكان هناك حالة ربما حالة زيارة إلى مكة ويجب التحقق من كل هذه الأشياء لكن واضح أن هناك قضية أنا لا أسعى لإلقاء اللائمة على أي أحد أنا ألقي باللائمة على حزب العمال عندما شرع في عام 97 قوانين يسرت كل هذه الأوضاع حيث يمكن للمدارس أن تنظم أنفسها وتخرج من سلطة السلطات التعليمية في البلاد أنا ألقي باللائمة على حزب العمال وثمت نقطة أخرى أريد أن أشير إليها يبدو أن هذا يحدث على الأرجح في بيرمينغم وهي مدينة يثيمن على مجلسها البلدي حزب العمال وهناك نوع من الممارسات ممارسة على صعيد التمييز ويجب أن أشير إلى ثمة حالة تقدر بمليار من الجنيهات خسارة على صعيد التمييز في الأجور والرواتب بين النساء والرجال لكن قد يكون الأمر كما يرى البعض يتعلق بمبلغات ألا نتوقع مظاهر إسلامية في مدينة خمس سكانها على الأقل من المسلمين تنتشر بها الجاليات الإسلامية ذات الأصول المختلفة وإذا كان في الاعتبار الرئيسي شهادات لبعض السكان اشتكوا من مبارسات ألا قد تكون في هذا المبلغات أو في إطار الإسلام الصبية لدى بعض البريطانيين لا يمكنني التعليق على مثل هذا الكلام ثم تتحقيق حكومي تقوم به هيئة الأفستاد خلال شهر ونصف في شهر سنعلم النتيجة والتوصيات وخلاصة ما تصل إليه ستكون الأمور أوضحة بكثير وربما نطمئن لتلك النتائج جميعنا لكن الحقيقة لابد أن أقول مرة أخرى أن هناك حالات تجددات خاصة في حالة مدرسة المدينة في مدينة داربي ويبدو أن الأمر يتكرر في بامينغ كما قلت أنت نفسك أثنى عشر مدرسة ربما لا يمكننا الجزم بأن هناك مؤامرة ليس إلا من الواضح أن هناك شيء أما ربما ببغ فيه ولكن من الواضح أن هناك شيء يحدث دكتور فارح هل يمكن هكذا إجراء رغم أنه سيتم انتظار نتائج التحقيقات طبعا هل يمكن أن يكون له هكذا إجراء تأثير ما على نسيج المجتمع البريطاني الذي يحاول أن يدرك مجتمع متعدد والذي تعاني فيه بعض الأقليات من مسألة الاندماج وأزمة الهوية لا طبعا هذا ما يخوف الجالي الإسلامي وحقيقة أن هذا أكبر مخوف في الوقت الحالي إذا كانت الحكومة أو إذا كانت بعض الأحزاب سواء كانت الأحزاب الكبيرة أو غيرها تضغط وتدعي أن هناك مدارس دينية سواء إسلامية أو غير إسلامية تمارس بطريقة خاطئة رغم أن لوائح المدارس ومناهج المدارس وفلسفات المدارس وسيادة المدارس واضحة فبالتالي أنه سيكون هناك له عواقب وخيمة وهذا ما نخافه وهذا ما نخشاه في المستقبل الغريب وخصوصا الأجيال الناشئة لأنه إذا شعروا أنه يمارس عليهم نوعا من الإزدواجية أو الكيل بالمكاليني فهذا له عواقب وخيمة وهو ما لا نريده ولا ما لا تريده الجالية المسلمة لكن ألا يجب أن يخشى المجتمع إذا كانت المدارس العامة المفتوحة تجري محاولات لتطبيق ممارسات أو فرد ممارسات معينة فصل بين الجنسين من الطلاب محاولة فرد زي معين والمدارس العامة كما ذكرنا وأنت تعرف سيد فرح قواعدها تخالف كل هذه المحاولات لفرد هكذا ممارسات بالتأكيد لكن السؤال هو نفسه إيش لماذا هناك عندنا مدارس تابعة للحكومة وهي مدارس منفصلة بين الجنسين مدارس للبنات ومدارس للبنينة المدرسة من الأساس نظامها هكذا لكن داخل مدرسة أن يفرض هذا مدرسة أساسا مختلطة ويفرض هذا لا يسير هذا القلاب هذا هو لا يوجد وإن وجده وإن وجده فليس بقليل فهو قياسه مع الفارق إذا وجد مثلا 700 مدارس ويوجد مدرسة أو مدرستين تمارس على هذا هل من العدل أن يطبق كل هذه المدارس وهذا العدد الكبير مدرسة أو مدرستين لا غير صحيح فهو أمر يراد به بشيء آخر وهو الهدف الإسلامي فوميا والكروب يعني الجو غير صليم إليزابيس كيف يمكن للحكومة البريطانية مواجهة هكذا ظواهر دون التأثير على نسيج المجتمع البريطاني كمجتمع يؤلي قيم التعددية إن الواضح أننا نريد أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي نريد التقدم كأمة ثرية بثقافتها نريد الاندماج الاجتماعي ومرة أخرى أنا آسف أنني أظل أكرر مثال مدرسة المدينة تلك المدرسة أغلقت وإذا كانت مثل هذه الممارسة تحدث فلا بد من إغلاق هذه المدارس يعني هذه المدرسة دينية كانت متخصصة أيضا ليست موضوع النقاش نحن نتحدث عن مدارس عامة في بيرمنجام لكن هذه المدرسة كما أعتقد كانت مدرسة إسلامية دينية متخصصة نعم صحيح هذا يدفع أو يقوي من حجة من يقول أن الإجراء الذي يجري في بيرمنجام على إثنتي عشرة مدرسة عامة يهدف الاستهداف هذه المدارس الإسلامية الخاصة كما يقول الأستاذ فارح وهذا يضر بقيم التعددية في الموجودة مع البريطانيا طبعا يؤثر على تعدد الثقافات في بريطانيا فما تفصل بين الناس هناك أناس لا يدرسون على أساس النظام والمقرر الدراسي البريطاني تميز بين الجنسين لا يساعد على خلق بريطانيا بمجتمع غني وثري ولا أظن لا أظن أن ذلك يساعد هذا الوضع نعم في نهاية هذا النقاش أشكر القانونية البريطانية وعضو حزب بريطانيا المستقلة يوكي آي بي إليزابيث جونت كما أشكر أيضا الأكاديمي ومدير أحد المراكز الإسلامية التعليمية الدكتور فارح عبد الرحمن مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكركم جميعا أنا محمد صيف النصر وفريق البرنامج وإلى اللقاء